أهلا بكم خلال مقابلتي العامة مع المؤمنين أطلق قداسة البابا فرنسيس نداء من أجل سوريا وتركيا قال فيه يتوجه فكري في هذه اللحظة إلى سكان هذين البلدين الذين تضرروا بشدة من الزلزال الذي تسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحة وأضاف أعبر عن قربي من هذه الشعوب ومن عائلات الضحايا وجميع الذين يعانون من هذه الكارثة المدمرة كما أشكر الذين يقدمون الإغاثة والعون والمساعدة وأشجع الجميع على إظهار التضامن مع أهالي تلك الأراضي الذين يتعذبون بفعل الحروب الطويلة طالبين شفاعة أمنا العذرة أن تحميهم ونصلي من أجلهم